قلنا جزئية الأولى عندي أو المنهج بتاعي طبعاً الكتاب ما أسهم لنا الوحدة على ثلاث دروس اللي هو 1, 2, 3, 4, 5, 6 بنشوف في كل وحدة مجموعة كلمات أساسية بنشوف في كل وحدة مجموعة كلمات أساسية ويدينا عليها مني تيست كده صغير عشان يشوفني فهمت الكلمات دو ولا لا بعد كده بيديني الكلمات الخاصة بكل درس وبعد الكلمات بيديني طبعاً تصريفات أفعال بيديني هنا حاجة اسمها الديفنيشنز قلنا الجزئية الديفنيشنز طبعاً معايا في الحفزة أساسية مهمة ليه؟ لأن هي ديت اللي بتيجي فيه جمل الاختياري اللي عندي بعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها كوليكيشنز اللي هي التركيبات الفعل مع اسم معين برضو بتجيلي في الكوريكت أو في الاختياري بعد كده دي جزئية قلنا جديدة عندنا في المنهج عشان تأهني إن أكون كويس جداً في سنوية عامة إن شاء الله اللي هي جزئية السنينم والأنتونيم اللي هي المراضف والعكس مديني الكلمة عايز معناها المراضف بتاعها وكمان العكس بتاعها ده طبعاً لازم يتحفظ عشان أقدر أحل الأسئلة العالية جزئية تانية كمان برضو زيادة عندي في المنهج اللي هي البريفيكس والصفكس اللي هي قلنا بمعنى سابقة البريفيكس سابقة يعني حروب بنضيفها أول الكلمة عشان تغير معنى الكلمة اللي عندي أو تديني عكسها الصفكس قلنا حروب بمعنى لاحقة حروب بنضيفها في نهاية الكلمة عشان أكون منها كلمة جديدة وليكن مثلاً أحولها الظرف زي كلمة ديلي مثلاً أو أجكتيب كذلك برضو أقدر أحول من كلمات أفعال أحولها لإسم أو لصفة زي بليوت وبليوشن مثلاً زي كير وكيرفول زي هيلت وهيلتفول وهكذا بعد كده كان بيبقى عندي جزئية النوتس يعني المراحضات اللغوية اللي ما بينك الكلمات وي الكلمات المشابهة لها بعد كده بيبقى عندي طبعاً التعبيرات وحروف الجر اللي بيسألني عنها برضو في الاختياري بعد كده بنبدأ نشوف النص بتاع الدرس اللي عندي وطبعاً اتفقنا إن المناهج الجديدة كلها مناهجنا من أول أول عدادي لحد سنوي دلوقتي المناهج اللي شغالها في المدارس دلوقتي تعتمد على اللغة أكتر من الجرامر على اللغة أكتر من الجرامر مش معنى كده أن أنا هموت الجرامر لا الجرامر معانا ولكن موجود جزء بسيط طيب اللغة اللي عندي يعني هاتم جداً بجزئية الريدنج والليسنينج اللي عندي في الدروس يعني القطعة زي ديات لازم أكون قارتها كويس ليه؟ لأنها ممكن هتجيلي أسئلة قطعة أو عليها أسئلة أو إنه يجيبها لي ويقول لي اكتب لي باراغراف زي الباراغراف اللي موجود قدامك دهوت ده بالنسبة لشكل كل درس يا سمية هيبقى معانا في إيه؟ طيب بداية الهومورك يا حلوين بداية الهومورك عندنا كانت صفحة كام؟ إيه اللي إحنا ما حلناهوش؟ طيب صير أنا عندي سؤال اتفضلي هو في صفحة التسعتاشر اللي هو الجنرال نوت التسعتاشر ما لها تسعتاشر تسعتاشر هي آخر واحدة رقم خمسة نعمبر فايف ها الفرق بابنهم موما لاتنين كلام جميل هو ما احنا قلنا قلنا طبعا أنت ما كنتش حاضرة في الكلام ده إن شاء الله لما أرفع لكم برضو الفيديو اللي فات على اليوتيوب تتابعي الحصة اللي فاتتك طيب هنا بيقول لي إن الفعل هلب في بعض الأفعال عندي في الإنجليزي يمكن استخدام مصدر فقط بعدها أو تو زائد مصدر اللي اتنين واحد اللي اتنين نفس المعنى تمام؟ هو عايز يقول لي خلي بالك إن هلب بيجيلي بعدها مفعول ثم تو مصدر أو مصدر بس تو مصدر أو مصدر بس يعني يا سل لو اخترت ميك بس صح ولو اخترت تو ميك صح آه بس ما فيش فرق في المعنى تمام؟ هو بيقول لي إن هلب من الأفعال اللي بيجي بعدها يا مصدر يا تو المصدر تب ينفع اللي اتنين يجوا في جملة اختياري؟ لا طبعا لإن اللي اتنين صح تمام؟ يا سمية يا سمية سمية يا سمية الصوت فين؟ هتردتك سباني؟ تمام كده ها فهمت حاجة؟ آه خلاص تمام يبقى خلي بالي من النوتس اللي بتبقى موجودة عندي دي لإن طبعا بيلاقيها في الجمل اللي عندي في التصحيحة أو جزئية الاختياري ها بداية الهوموركي كان صفحة كام يا حلوين يا لارا واجبنا صفحة كام بدايته؟ يا لارا 22 22 كلام جميل تعالوا يلا نشوف مع بعض من أول 22 ووصح صاح معنا يا سمية يا رانا يلا يا هاجر هاجر نمبر وان اللي هي نمبر سيكس قدامي بيقولي كان يو تلميه أباوت يور تيبيكل هي اسمها تيبيكل ايه؟ روتين روتين يا هاجر يا هاجر اتفضلي افتح الصوت عندك يا هاجر انتو سمعيني يا بناتو لم سمعين طب سير ممكن انا هشترك في مجاوبة الاسسلة؟ ايوة طبعا هتتساءل يا سمية انا عاوز هاجر يا هاجر انت رفع يديكي ما تجاوبي يا بنت افتح الصوت عندك وجاوبي انا انا يا سير هاجر طيب يلا يا رانا طالما هاجر مش عايزة تفتح الصوت افضلي رانا بس حضرتك يا سير ده ده ما كانش اول الواجب اونا فيما انا بقول بقالي ساعة ما انا قلت لحضرتك اخر 29 اخر 29 طيب زميلتك بتقول ها زميلتك بتقول ان احنا ما جاوبناش 22 مش عارفة بس عادي مفيش مش كده ايوة ناخد ده معانا ناخد ده معانا ناخد ده معانا ها هنبدأ من اول 22 من اول 22 استنى ما نشوف هاجر عشان هاجر بتقول يا سير انت يا هاجر اللي تفتحي من عندك مش انا اللي هفتحلك انت اللي تفتحي من عندك ما الناس بتتكلم ما هي ما انا كنت قافلت على كل بقى مثلا انما انا مش قافل على حد انت اللي بتقفلو تفتحوا نفسكم تمام تمام يا هاجر ازبط الدنيا عندك يلا يا رانا بقول ميه اباوت يور تبكال روتين اسمها ديلي ديلي روتين نقطة تانية يا لارا بقول ماي جران بيرانس ليف ان اه اوف فلاتس اسمها ايه اوف فلاتس بلوك 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 يلا يا هاجر ماي مام اولويز ماي بريك فاست ميك ميكس ميكس ماي مام اولويز ميكس اتفعنا ان مام يعني هي او شي يعني مفرد ايما بس نخدم معها الاس اسمها اس المفرد الغائب نامبر تين يا سوميا بيقولي شي نظن تلايك فوتبول شي نوع التنس مش بتحب الفوتبول ومال هي ايه التنس بريفيرز بريفيرز برافو عليكي شي بريفيرز بتفضل نامبر اليفن بيقولي الاخبار is a not نيوزبيبر اللي هي عم اللي we can't buy it افريدي طالما افريدي بتسوي هنا كلمة ايه حلوين افريدي ها كلنا ديلي 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 افريدي يعني ديلي نامبر تويلف زي السيلز ديليشوز بريد هو من اللي بيبيع هنا الخبز والكيكس اسمه بيكارز وقلنا هنا بمعنى مغبز نامبر ثرتين الدفنيشنز التعريفات ايه من دولة فورمال ميتنج اول ما اشوف فورمال ميتنج هقوله دي اسمها انتر انترفيو is the fixed and the usual way of doing things الطريقة المحددة اللي انا بعمل بها الحاجات كل يوم دي اسمها a routine routine بقول he couldn't finish his work مش قادر يخلص واجباته he looks worried هو شكله الان وخايف شكله الان ها هقوله that's why ولهذا السبب ما قادرش يخلص واجبه ولهذا السبب هو الان that is why اللي هي so number 16 what do you do holiday اتفعنا كلمة holiday بيجي لقبلها حرف الجر on holiday on holiday هروح بعد كده للجدول ده حللنا فيه حاجة الحصة اللي فاتت لا تمام نركز يلا في الصفحة دي الصفحة دي طبعا الكتاب عملها شكل جديد للأسئلة هتفيدني في ايه طبعا هنا بيراجعلي على حفظ كلمات وهنا بيدربني على حل محادثات وبعد ما حليت المحادثات عايزنا اكتب paragraphs تعالوا نشوف كده الكلمات اللي عندي سؤال وإجابة ولما أكمل بكلمة أنا مش الهدف إن أكمل بكلمة وخلاص لا الهدف إن أتعلم السؤال ده وطريقة إجابته كل سؤال وطريقة إجابته ليه؟ عشان أقدر أستخدمهم في المحادثات تمام؟ تعالوا يلا نشوف مع بعض الجزء الأول يقول لي what time do you usually إيه الوقت اللي إنت يوجد لي نقط قلت له I usually get up طيب ما أنت مجاوجها هوت أيوة حبيبي ما أنا بجيب الإجابة من السؤال والسؤال من الإجابة يبقى أكمل بكلمة إيه هنا يا حلوين get up get up يبقى what time do you usually get up معناها وين معناها وين يعني أنت عايز تقول لي what time بتسوي وين آه what time إمتى بتسوي وين إمتى يبقى اسمها get up إمتى بتصحى بصحى الساعة كذا نقطة تانية who do you نقط with I live with يبقى who do you live live who do you live with عيش مع مين عيش مع كذا طيب do you نقط yes I like listening to music أيوة بحب كذا يبقى هل أنت بتحب كذا كذا دي اسمها يا حلوين listening to music do you like listening to music المجموعة التانية بيقول لي who is your قلت له عزيز is my best friend يبقى أنا قلت له who is your best friend best friend what does he do in his time وبيقول لي تحت هو هنا he likes to do sport يبقى اسمها إيه free time للوقت الفراغ ده free time free time الجواب تهيت does he live in a نقط or somewhere else وبيقول لي he lives in a house وعايز كلمة عمرة سكنية يعني block of flats اه انقى يبقى block of flats block of flats هل هو بيعيش في عمارة قلت له هو بيعيش في بيت ده بالنسبة لجزء الاول وقلت لك الهدف منه مش ان اكتب كلماته خلاص الهدف منه اعرف سؤال واجابة ليه يسير سؤال واجابة عشان اتمكن من حل المحادسة الناس كلها مركزة كده او سمحت سا شئ ايوة ايوة طبعا قلنا فريتايم بتساوي سبيرتايم عادي هاجي هنا ليه المحادسة عشان احل المحادسة لازم لازم اقرأ المقدمة اللي هو كاتبها لي فوق ده ليه لان ممكن يكون فيها مفتاح لاجابة المحادسة ده واحد اتنين لازم ابص على المحادسة ككل الاول يعني اشوف كل المحادسة بكل اسئلتها باجاباتها عشان اقدر اخمن النقطة اللي قولك هتعايزة ايه او التانية عايزة ايه وهكذا طيب بعد ما ارينا المقدمة اللي بيقول لي فيها مونة اس اسكينج دينا اباوت هير ديلي روتين خلاص انا كده عرفت ان المحادسة بين بنتين اسمها مونة ودينا وعندي هنا بتكلموا عن الديلي روتين الروتين اليوم بتاعها وفي اول نقطة بيقول لي هنا اول سؤال عندي هنا ممكن اسألك بعض الاسئلة لما حد يقول لي الكلام ده مش لازم كل كان في الدنيا احول ها وقولك يس يو كان وين يو كان تلا كان اي اسكي هنا ده طلب ده اسمها جملة طلب وطالما طلب اقدر ارد عليه باجابات كتيرة زي ايه سير ها اسمع يس هقوله شور حد ثاني كتاب لي بالتأكيد تمام ممكن اقول ممكن اقول تمام بس هفضل بعد ما اقول شور او ايوة طبعا اتفضل او اتفضلي تمام يبقى اذا هنا هقدر اجاوب او شور او دي كلها اجابات على ممكن اسألك اه اتفضل اسأل النقطة التانية بسأل سؤال اللي هنا قوت يا رانا يا رانا ايوة لي جيت اب ات سيكس سيرتي اي ام ممتاز او وين دو يو جيت اب ياسير اسلالة ما عرفتش اكتب يوج لي في السؤال ما لهاش اي لازمة كتبتها اهلا وسهلا ما كتبتاش مش هتفرق معانا يبقى لو انت كتبتلي what time do you get up او when do you get up او when do you usually get up او او النقطة اللي بعدها يا احمد بيقول لي سؤال اجابت i live with my family احنا نسا مجاوبين هناك who do you live with بس كده who do you live with عايش مع مين عايش مع كذا طيب بعد كده ياسيمية بيقول do you listen to music بتسمع مزيك هقول اي هنا yes i do yes i do طب مو ياسير كان ممكن اقول no i don't ايوة كان ممكن اقول no i don't بس انا بعد كده بقول لك انت بتسمع مزيك قد اي كم مرة يبقى لازم اقول هنا yes يبقى هنا yes i do yes i do النقطة الاخيرة عندي يا هاجر بيقول how often ياسير وقلنا السؤال ده سؤال اساسي بالنسبة لك السنة دي كلها how often do you listen to music كم مرة بتسمع فيها مزيك اقدر اجاب بايه هنا يا هاجر daily حلو والله اجابة حلوة بقدر اقول i listen to music daily انا بسمع مزيك كل يوم حد تاني هيقول i always listen to music i yujali listen to music i sometimes listen to music وحد تاني هيقول once a day مرة كل يوم وحدتان هيقول twice a day وحدتان هيقول everyday اللي هي daily كل دي اجابات على how often often دي اجابة على how often حاجة تانية اخلي بل منها ان how often باستخدمها هوة يسير في السؤال في زمن المضارع البسيط يعني how often do you listen ولو مع هي او هي هقول how often does he listen how often does he listen اروح للمحادسة التانية بيقول لي هنا حمزة اسكز امير باوت بيسألو عن البست فرند بتاعه باقول له is your best فرند يا امير من هو البست فرند ما اقدرش اجاوب هنا واقول له عمر ولا هبة امال قلت لازم اكمل محادستي عشان اجيب الاسم اللي هو قاله طيب ده هو بعد كده بيسأل ويقول له اه واطز عزيز قال معنى كده ان انا قلت له ان البست فرند بتاعي اسمه عزيز عزيز يبقى اجابت هنا عزيز بس او عزيز is my best friend عزيز ده البست فرند بتاعي سؤال تاني قال لزرار for people in his family يا لارا how many people in his family كلام جميل بس نزبط السؤال بقى حد how many people are in the family كلام جميل نزبط السؤال كمان سنة hayallah مع بعض هو بديل للإجابة بقى حلوين there are مش كده اعمل المقص بقى وانت بتسأل تمام يبقى اقول how many people are there in 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 his family يبقى سؤال الصح هنا how many people are there in his family كم عدد الناس اللي في اسريته بعد كده ياسمية بيقول what's aziz favorite subject مادته المفضلة مش رابطني بإجابة محددة هنا يبقى اقدر اقول اسم اي مادة وليكن english is his favorite subject english is aziz favorite subject ou english is his favorite subject بس السؤال عجابة he likes to do sport in his free time بيحب يمارس رياضة وقت الفراغ بتاعه اقدر اسأل بي يا رانا يا رانا 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 الصوت عندك ه what what does he do in his free time كلام جميل ينفع طبعا اقول what does he do تمام بس دا لو انا جاولت وقلت له he does sport what does he do he does sport what he like what does he like what does he like to do in his free بيحب يعمل وقت فراغه اه بيحب يعمل كزا وكزا. يا رانا لما يبقى مديني لايكس يبقى باسأل عن لايك. تمام? نقطة اللي بعد كده هو بيعيش هنا ولا هنا? جاوبنا هنا وقلنا yes او no? لا ماينفعش. لي يا سيرمنت اقلنا السؤال اللي قوله does. اجابته yes does or no doesn't. تمام? ده لما اسأل واقولك does he live in? قبلوكو فلاس واسكت. انما وجود or ده ايه? وجود or ده ايه? بيعني عندي ان ماينفعش اجاوب لا بيس ولا بنو. or معناها اختيار. هو بيعيش هنا ولا هنا? انت بتختار حاجة من الاتنين وتقولها لي. يبقى قدر اقول he lives in a block of flats. he lives in a block of flats. مفيش لايس ولا نو? لا. ماينفعش في الجملة دي لايس ولا نو. تمام? بعد كده مديني طبعا التو بارا جرافز. عاوز اشوف البارا جرافز اللي انتو بتكتبوها. اه مطلوب منكم تكتبولي التو بارا جرافز او في كراسة. وهنصورها ويبعتوها لي. تمام? هنكتب البارا جرافز ويصورها ويبعتها لي. في ورقة من كراستك. تمام? ها? عالجروب? اه لا اه عايزين نبعطها عالجروب عشان زمان نستفيد منها ما فيش مشكلة. اه عايزين تبعطوها على الخاص يكون افضل طبعا علشان لو فيه واجبات او حلة او او يبقى كل واحد مع نفسه. تمام? يبقى الافضل ان ابعتها على الخاص. بحيث ان انا اشوف انت عامل معي ايه بالنسبة للالاولاين. طيب. هيبقى من البراجرافز المهمة عندي السنة دي. سواء بتكلم عن او بتكلم عن تمام? هنروح بعد كده لبقيت اللي كانت عندي في الهومورك. كان عندي طبعا اخدنا ظروف التكرار اللي هي وقلنا ان هي كلمات دل على المضارع البسيط. يا سمية يعني وجود او او اي ظرف من الظروف اللي قدامي انا بستخدم مضارع بسيط يعني مصدر او مصدر باس. وقلنا الكلمات ده هي كلها يا رانا هي اجابة على اداة الاستفام اللي بتقولها كم مرة? كم عدد المرات? واحدة يقول لي دايما واحدة يقول لي عادة واحدة يقول لي ابدا واحدة يقول لي احيانا وهكذا. وايضا هنضيف معا كمان كلمات زي وانس وطويس وسري طايمز وفور طايمز. طيب ياسير قلنا شكل الفعل في المضارع البسيط اللي هو كان عبارة عن مصدر بس. اه. ولو عندي هي او شي او اتة او فعل مفرد زي سمية يبقى هزود اس للفعل او. يعني انا لو بقول وي هقوله بلاي ايوة. انما لو رضينا يبقى رضينا لسنز او. يعني انت عايز تقول لي ان دايما مع هيو شو ات بختار الفعل اللي اخره اس او. الفعل اللي بالشكل ده اسمه زمن ايه يا سير? اسمه البريزن سيمبل تنس. زمن المضارع البسيطة. طيب فئة تاني. قال لي النيجاتف بتاع الزمن ده. اي فعل في المصدر اقدر ان فيه بدونت والمصدر. اي فعل في المصدر ان فيه بدونت والمصدر. اديني مسال يسير. لو انا بقول اي بلاي. انا فيها اي دونت بلاي. اي لايك. يبقى اي دونت لايك. انما لو بقول هي لايكس يبقى انا فيها هي دازنت لايك. ليه? قلنا بنعوض عن الاس باستخدام دازنت. وطالما قلت دونت او دازنت في الجملة الفعل بيرجع لاصله اللي هو الانفينت في المصدر. السؤال قلنا ببدأ سؤالي بدو او داز. دو مع الجامع وداز مع المفرد. بعد دو داز دايما فيه مصدر. بعد دو داز فاعل ثم مصدر. السؤال اللي اقوله دو. انه تجاوب بيس دو او نو دونت. والسؤال اللي اقوله داز. تجاوب بيس داز او نو دازنت. عندي بعد كده بيقولي خلي بالك ان فيرب تو بي. اللي هو ام و از و ار. ده المضارع البسيط من بي. عندي ايضا هاف وهاز هي المضارع من فيرب تو هاف. عندي دو داز طبعا كفعل مساعد هما المضارع من فيرب تو دو اللي هو معناه يفعل. عندي بعد كده مديني ايه؟ مديني جزئية مهمة يا سير اللي هتساعدني في حل المحادثات. ايه هي? اللي هي كلمات الاستفهام. ووظيفة كل اداء من الادوات اللي قدامي. يعني يا سير. يعني لازم ابعارف انه هوز بستخدمها للسؤال العالم الملكية. وين بستخدمها بمعنى وطايم اللي هي متى. وات بس بنسأل بها عن الاشياء زي وات زيس مثلا. هو بسأل بها عن العاقل. هوم ايضا بسأل بها عن المفعول العاقل. يعني عن انسان برضو. واي بمعنى لماذا بتسأل عن السبب. وير قلنا اين للمكان. ويتش اي او ايهم للاختيار. هاو بستخدمها للسؤال عن الحال. زي هوريو. او الوسيلة زي هاو ديو جو توسكول. هو متش. قلنا بمعنى كم الكمية او كم التمن. هاو اوفن بمعنى كم مرة او كم عدد المرات وهي دي اللي هركز عليها النهاردة. هاو ميني كم عدد بس. هاو هاي كم الارتفاع بتاع سنة اولى بقى. ده شغل سنة اولى. هاو ديب كم العمق. هاو كم الاتساع. هاو فار كم البعد او المسافة. هاو طول كم الطول او الارتفاع اللي هو رأسي. هاو هيفي كم الوزن. هاو لونج كم الطول او كم المدة زمنية. هاو كم العمر. هاو فاست كم السرعة. وهي ما قلنا هدو يليف وز مع من. مع من. ما نساش ما نساش اني وجدو او دز او دد في الجملة بيعني ان الفعل بعدها بيرجع على اصله اللي هو المصدر. طيب ما نساش كمان ان اي يو في السؤال بحولها الاي او في الاجابة. اي او ويفي الاجابة. مديني طبعا نوعية اسئلة وطريقة الاجابة عليها. مش للحفظ ده للفهم. ده امثلة للفهم عشان تبقى فاهم انت السؤال بيتكون ازاي. لما قولك هنا what do you do? هتقول لي I read. انما يا رانا لما شفنا من شوية I like to. يبقى كان اسمها what do you like to? what do you like? I like. what do you do? I. واي فعل في الدنيا. what do you do? I read. I play. I swim. اوكي? who will you go? بقول I will go. ويس كذا. when did you see? بقول I saw here. lost. when? يبقى lost. how? كيف? يبقى اقول له buy وسينة مواصلات. why? لماذا? اقول له because? او two والمصدر. two والمصدر. how much? how much did you pay? يعني انت دفعت قد ايه? اللي هنا فيه two hundred pounds. لما قولها how often? كم مرة وكما عادل مرات? قلنا هلاقي انك يا all's اخوتها يا اما وانس وطوائس وثري تايمز. who's? ملك مين? ملك. بسأل عن ملكية. يبقى لازم يكون عندي حاجة بتشل الملكية. زي صفات الملكية اللي هي مي واخوتها. او ضمائر الملكية زي مين واخوتها. او ابصرف اس الملكية. يلا نطبق عالكلام ده. قلنا الحصة اللي فاتت زي ايرس. جوز. جوز. قلنا مع هيشو ات اس. يبقى زي ايرسي جوز. نوعة يوليف. بيقول لي هناك. نوعة يوليف. عندي يو. ومصدر. يبقى انا بسأل بمين? دو. بي دو يوليف. اي مي هوموركي بفور اي هف دينار. بعمل واجبي قبل كذا. هقول له اي ايه هنا. وديك سؤال من الورك بوك. يعني مهم. بسمها ايوجة اللي دو يا سير. ليه حبيبي ما انا عندي حاجات تانية هي برضو. لا اهي ايوجة اللي دو اللي صح. لان اي عايزة دو. طب ما انا عندي دوة هي. ايوة بس حضرك قلتلي ان ظروف التكرار اللي هي اولوز واخوتها بييجوا قبل الفعل الاساسي. هو دو هنا فعل الاساسي. اه. هنا فعل الاساسي بمعنى يعمل واجبه. يبقى ايوجة لي دو. ما ينفحش اقول دو يوجة لي. لا اه. هو هيديني دو يوجة لي في الكوريكت ويقولي صلاحها او انا مش اقلبها. يبقى اسمها ايوجة لي دو. زي اي اولوز دو. او اي نيفر دو. نوبر فور. ماريام اوفن. الكلام على ماريام يا ادهم مش كده. اه. ماريام ديت يعني شي. اه. يبقى انا محتاج للاساسي. طالما عندي اسم مفرد يا رانا. يبقى انا محتاج للفعل اللي اخره اس. يبقى اقوله ماريام اوفن. ووتشز. 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 نوبر فايف. يقولي اون ساتر ديز. كل يوم ساعت. اون ساتر ديز. من الكلمات الدلة على المضارع البسيط. اي اولوز. يديني اي ايا يا سيري. بقى انا محتاج لمصدر. المصدر هنا من يا لارا؟ لارا. جيت. اي اولوز جيت. نوبر سيكس. ياسميا بيقولي هاو اوفن دو يو. ما انت لسه ايه يا سير هاو اوفن دو. يبقى فيه بعدها فاعل اللي هو اليو. وبعدها الفعل في الميك. الفعل في الميك اه. الفعل في المصدر اللي هو ميك. يبقى اوفن دو ميك. نوبر سيفن. بقولي هنا ready for the exam. ما اقدرش اقول حاجة من دول اللي ما اشوف الاجابة. ده كاتب لي يا سير يس اي ام. يس اي ام. يس اي ام يا هاجر. اصلها. are you. are you. are you. are you. yes i am. are you. yes i am. they talk. at the classroom to listen carefully. هاولي هنا يا احمد. don't it. they don't. they don't talk. مضارع بسيط. بقول نو عدى زهودة. نو عدى زهودة بيقولي باي باس. ما يباس اي وسيلة مواصلاتي باي باس سأل بمين عن المواصلات. ها. هاو. 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 هاو نو قد دو جوتو سكول بيقولي five times a week. خمس مرات في الاسبوع. يبقى باسأل بهاو. اوفن. كوريكت. قلت هنا مديني جيت يوجالي. هقوله لا. الصحي تبقى يبقى. يوجالي جوت. بيقولي. always still lies. دايما اكتب. هقوله لا. الكلام ده غلط. المفروضة اقول. المفروضة اقول. never. never till lies. never till lies. لا تكذب. حمدي. not drink. اه. يسير هو مديني not drink. اه انا كتبتها never drinks. لو never drinks ماشي. بس ايه. مش دي الايجابة اللي انا عايزها. ما انت عايز ايه. انا عايز. ها. doesn't drink. doesn't drink. مفيش حاجة اسمها نط مع نفسها. لازم نط دي تيبقى ركبة على دوء او ضز. ودا حمدي. يبقى doesn't drink. my dad and the i. يعني we. my dad وانا يعني we. يعني جامع. اه جامع. هقوله ايه بقى. sometimes play. sometimes play. what you do to have fun. ده بيقولي what you do يا لارا. يا what do you do. اسمها what do you do. what do you do. بعد كده بيقولي. نقط. اه. does yousif go to school. وبيقولي by bus. اشيل وين واكتب له. how. سؤال واجابة هو. by bus عايزة how. ده بhow often يا سير. وليد visit. هو وليد ده يعني هي. لما اسأل عنه اسأل عنه. how often does. وليد visit. بdoes. اسأل عنه بdoes. يبقى often does. وليد visit. ده وليد visit. number eight. بيقولي ده سالمة. بليتنس. اه. بيقولي نوشي. نوشي isn't. يا عم انت بتسأنب بdoes. لازم اجاوب. بdoesn't. بdoesn't. يبقى نوشي doesn't. نوشي doesn't. نوشي doesn't. تمام. تعالى نشوف الاكسرساز اللي كان عندي بقت على الليسن الاول والتاني يا سومية. عشان. الناس حلناه. احنا حلين ده في الواجب مش كده. اه. تمام. طبعا قلنا السؤال الاول listening لازم اسمع. اه. عشان احل. حاجة تانية. قلت عشان احل السؤال ده في الامتحان في المدرسة. وانا فلاجنا في المدرسة. لازم تكون بصف على الاسئلة وعارضها. قبل السير ما يجي يقول لك الليسننج. طيب. بيقول لي what school does maryam go to? طبعا الجزئية الليسننج كلها اللي في الكتاب موجودة عندكم في نهاية الكتاب. موجودة في نهاية الكتاب. كان بيقول لي ان البنت ماريام ديت is in brib to. ماريام is in brib to. هي go to work in the morning. طيب. اذا عشان اختار هنا هقول له what school does maryam go to? هي بتروح المدرسة انهن يا حلوين. البرب. يعني بريبراتري سكول او مدرسة اعدادية. النوطة التانية ماريام ليف بتعيش فين? قلنا انتانتا. what's her father's job بوظيفة باباها على حسب الاستماع اللي عندي? هو دكتور. when do her parents go to their work? باباها وما ميتها بيروحوا شغلهم امتى? قال لي in the morning. في الصباح. ده بالنسبة لجزئية listening. اما بالنسبة للمحادسة. مديني محادسة زي اللي حلناها من شوية. وديت طبعا كانت جاية في محافظة المنوفية. نوطة الاولى عندي بيقول لي رودينا is asking ماريام about her daily routine. بيكلموا عن الروتيني اليوم بتاعها. do you have a daily routine يا ماريام? هل انت عندك اسلوب حياة يومي? او نظام حياة يومي? هتقول لها هنا هي حلوين. yes i do. yes i do. بس قال قال لي i get up at كزا. انا بصحة الصعي كزا. يبقى when? when do you get up? do you get up? when do you get up? انت بتصحي. النقطة اللي بعدها بيقول لي هنا do you make your breakfast? هل انت بتجهزي فطارك? اقدر اقول اه? واقدر اقول لا ا? ولكن بقيت المحادسة هتخلينا اقول لا ا? ليه? لانه بيقول لي ماما هي اللي دايما بتجهزلي. يبقى اذا انا هنا جاوبت بايي يا رانا? لا اي دونت. لا اي دونت. بعدها يا لارا بتقول لي هنا my mom always makes it for me. ماما هي اللي بيتجهز للفطار. يبقى انا سألت ايه? who makes it for you? لارا عالي صوتك يا لارا انا ما بسمعش. who makes it for you? كلام جميل. who makes it for you? او who always makes it for you? من اللي بيجهز لك الفطار دايما? ماما. اخر نقطة عندي يا هاجر. how do you go to school? how do you go to school? by car. by car اوكي وكل حاجة. ولكن يا هاجر انا عايزك تتعودي تديني اجابة كاملة. ها حاول اليوم اي وغو تنزل جو زي ما هي. يبقى اي جو تو سكول باي car. اي جو تو سكول باي باس. اي جو تو سكول باي باس. وقولي زي ما انت عايزة تقولي. الاختيارات حلوين. she always. قلنا الشية سيرهية. يبقى؟ يبقى؟ ها؟ ها؟ هلبس. people. people ده جامع. الجامع يعني ممكن ده وممكن ده وممكن ده. ها؟ بس حبيبي انا بقولك يرجى لي work و fridays. يبقى اسمها؟ don't. 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 ها؟ what do شريفة عند هرداد. ادان دو فاعل بعد دو فاعل عايز مين؟ do. عايز المصدر. عايز المصدر. نقط my friends. every evening is one of my interests. ها؟ هي اسمها ايه friends حلوين انكت عندنا في الحافظة اسمها؟ دكستنج يعني ارسال الرسائل النصية. last week i had with dr. مكدي عقوب. اسمها هاد ايه بقى؟ عملت معي عقوب ايه؟ interview. on saturday ayojali. ايام السبت انا عادة with my cousins. it's been the time. it's been the time. what do you do? what do you do?